موسيقى اهلا بكم ميلاد المجاز الاخباري في المستهل استشهد فجر الجمعة عدد من المواطنين واصيب العشرات في قصف صهيوني استهدف حيات شجعية شرق مدينة غزة وتواصل القصف الصهيوني على عدة مناطق في قطاع غزة خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس وعلى شواطئ مدينة رفح جنوب القطع فيما استهدف الطيران الحربية الاسرائيلية المناطق الوسطى في قطاع غزة بعد غارات قال المكتب العالمي الحكومي في قطاع غزة ان طائرات الاحتلال القت خلال العدوان على غزة اكثر من اثنين وخمسين الف طن من المتفجرات على منازل المواطنين المدنيين وعلى المستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية المدير العام للمكتب وفي مؤتمر صحفي له حذر في السياق من تدور الحال الانسانية في القطاع مشددا على ان ظروف النازحين الذين يتجاوز عددهم المليون ونصف المليون نازح تزداد صعوبة وقساوة بصورة بالغة قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ان مقاتليها افشل فجر الجمعة محاولة صهيونية للوصول الى احد الاسراء واكدت القسام في بيان لها انه تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة اثناء محاولتها التقدم لتحرير احد اسر الاحتلال والاشتباك معها ما ادى الى مقتل واصابة افراد القوة مضيفة ان طيران الحربي للاحتلال تدخل وقصف المكان بسلسلة من الغرات لتغطية على انسحابهم فيما ادى الاشتباك الى مقتل الجندي الاسير ذي 25 عاما والسيطرة على بندقية احد الجنود وجهازية الاتصال الخاص بهذه القوة الخاصة استشهد ستة مواطنين واصيب اخرون الجمعة خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم الفارعة جنوب طباس بالظفة الغربية وافادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد المواطنين الستة خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل المخيم فيما ذكر شهود نعيانة ان جنود الاحتلال حاولوا منع مركبات الاسعاف التابعة للهلال الاحمر من الوصول الى المصابين فيما افدت مصادر اعلامية محلية ان قوات صهيونية خاصة تسللت الى المخيم في البداية ولاحقا دفعت قوات الاحتلال الى ارسال تعزيزات عسكرية اليها فيما اعتلى القناصة اسطح عدد من البنايات اعتمدت الجمعية العمل الامم المتحدة باغلبية ساحق الخميس خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية وتشمل القرارات تقديم المساعدة الى اللاجئين الفلسطينيين واخر بعملية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقرارا خاص بممتلاكة اللاجئين الفلسطينيين والارادات فيما يخص القرار الرابع عن المستمرات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والشرقية والجولان السوري المحتلة الى جانب قرار خاص باعمال الاجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان لشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الارض المحتلة ورحبت الخارجية الفلسطينية بدور الدول التي صوتت لصالح القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية مثمنة مواقفها المبدئية والدعمة لدولة فلسطين وشعبها الصامد على أرضه قال رئيس تركي رجوب طيب أردوغان أنه ليس على جدول أعماله عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الوضع في غزة مؤكدا أنه سيناقش هذه القضية وغيرها إذا اتصل به بايدن وقال أردوغان ليس حفيين عن متن طائرة قادمة من أثناء إن وزير خارجيته سيجري محادثات في واشنطن في إطار مجموعة الاتصال لدول الإسلامية الجمعة معبرا عن أمله في أن يودي ذلك إلى إنهاء الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني وفق ما ذكرته وسائل العالم تركية ختم الموجزة الإخباري نشكركم على المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة